بعد تقنين زراعته العام الماضي أصدرت الوكالة المغربية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عشرة ترخيص لمعالجته وتصنيعه وتسويقه وكذا تصديره تزعم الوكالة أن أغراض إنتاج الحشيش صيدلانية غير أن الخطوة في بطنها سعي لتوسيع إنتاج مادة القنب الهندي لأغراض تجارية في خطة مغربية محكمة لإغرق المنطقة برمتها بالسموم والمخدرات لطالما روجت الحكومة المغربية لمسألة تقنين زراعة القنب كخطوة من شأنها إخراج مناطق الشمال من فقرها المطقع لكنها فشلت في حماية هذه المناطق من شبكات التهريب الدولي للمخدرات بشكل لا تخطئه العين القانون المجحف الذي يسري مفعوله اليوم عبر ترخيص تسمح بإنتاج القنب وتسويقه بات كبوسا بحق الشعب المغربي الذي كان ينتظر أن تجد حكومته حلولا كفيلة بتنمية اقتصادية تخرجه من تبعيته لهذه المادة المخدرة التي لم تجلب للشعب المغربي سوى الخراب فلا المغاربة ولا الشعوب الأوروبية التي ذاقت ذرعا من تهريب المخدرات إلى أراضيها تبدو مسرورة بهذه الخطوة مضية في استغلال شعبها بحجة التقنين هذه المرة بعدما استفادت من مداخل زراعة القنب منذ عشرات السنين وتخصيصها لنفقات القصر الملكي فلن نكشف سرا بالقول إن المخدرات المغربية هي الممول الأساسي لميزانية القصر وأجهزة مخابراته وجيشه بشكل خاص وفيما يعيش ألاف المزارعين في العوز لأنهم يعملون خارج القانون يبقى المستفيد الأكبر القصر وبارونات المخدرات والمهربون ومافيا الحشيش في الأقاليم المغربية الخمسة شمالا وتظل الاعتقالات والمتابعات القانونية الزائفة من نصيب المزارعين البسطاء في الشمال المغربي حيث يحلم السكان بعيش رغد بعيدا عن المخدرات